احمد ياسين جندي شاب من اليمن من منطقة شبوة طبعا مثل ما انتم عارفين ان بعض المناطق في اليمن عندهم اي واحد يخلص من دراسة او بعض المناطق او يمكن كل المناطق ما ادري بالضبط انه يكون هناك في تقنيد ضروري يعني اجباري المهم احمد ياسين كان يحرص المنطقة في احدى الجبال وكالعادة اكيد مع اسلاح وهو يحرص المنطقة وتعرفون بالليل وكذا فجأة احمد وهو يحرص الموقع هذا طلع له شيء يعني شخص على هيئة انسان وشعار ويعني شكله وحش فخاف القندي يمني هذا احمد لما شافه خاف من هذا اللي امامه فظن ان هذا عدو ان جاي يعتدي على من يعتدي على احمد اللي هو اليمني فعلى طول احمد صوى بالسلاح على هذا الجني اللي هو متلبس على شكل وحش انسان كذا فاطلق النار عليه وقتله الحين احمد لما قتل هذا طبعا هذا الطاح مات احمد ما يدري نفسه غير انه يتجمعوا عليه الجن يكلف شونه ويودونه الى مميزة عموما اه بعد ما احمد قتل هذا الجني والد الجني على طول تلبس اه بهذا الشاب احمد اه مثل ما يقولوا لما يقول لك هذا في مس يعني في داخل الجني فوالد المقتول على طول تلبس اه هذا القاتل وطبعا هم شلو كلب شوب سلاسل ادو الى منطقتهم اه منطقة شبوه اللي هي منطقة الجن فشاف ما شاء الله ذهب يعني هذا احمد يعني شاف امام في منطقتهم من خير من الله عندهم ذهب وفلوس وكذا يعني خيرات المهم اه والد المقتول اللي هو هذا الجني تلبس في احمد وعشان يتابعوا ليش يعني قتل اه والده وعرضه امام الجن هناك وجاءت والده المقتول اللي هي الجنية وامرت بقتل احمد اللي هو اليمني خلاص يريد الثار الجن يريد الثار قتلت ولدنا نقتلك وهو يحاول يدافع عن نفسه يقولهم انه انا ما غلطان هو طلع لي وخوفني ووحش وشفت يعني لذلك انا قتلته ونحن ما نشوف الجن قالوا له كيف ما شفت يعني قال نحن الجن نحن كأنس ما نشوف الجن نشوفكم اذا كنتم متلبسين كاشكال مخيفة المهم والدة الجني اصرت على انه لازم احمد المهم والدة الجني اصرت على انه يقتل يقتل خلاص فيها غم انه ولدها ان قتل تباء الثار وهم مسلمين جن مسلمين يعني ما صدقوا يعني ما صدقوا كلام احمد انه والله هذا طلع لي كذا وانا خفت وما ادرويش وفكرت انه جاي يقتلني هما ما اقتنعوا في النهاية هما مسلمين فجأة واحد من الجن قال لا لا تقتلوا لين خلونا نرفع القضية الى محكمة الجن يعني هناك الجن عندهم محكمة مثل ما نحن معنا محكمة معنا شيخ يرجع لشيخ كذا كذا لك الجن قالوا انتظروا لا تخلو لا يصلي لا يأكل لا يشرب لا ينام خلو كذا معلق لحد ما نرفع القضية في محكمة الجن الصغري يا اخي والله استغرب لكن عندهم محكمة عندهم كذا ثأر المهم اهل الشسمة اهل احمد طبعا شافوا ولدهم خلاص طايح ما عارفين ايش السالفة ابدا جابوا له شيخ من اتوقع نفس المنطقة ومنطقة ثانية عشان يشوفوا موضوعه ويقراله فجابوا الشيخ حصلوا يعني حتى تشوفوا كيف صورته الحين كيف صورته قبل وصورته تعالق بعد خلاص طايح قرى عليه وعلى فكرة الجن هم اختلفوا يعني حتى ما بيناتهم في بعض الجن لهذه القبيلة حاولوا انهم يدافعوا عن احمد على ان اساس انه هو مظلوم وكذا وفي بعض من الشهود لا قالوا انه لازم يقتل وهذا الشهود من اهل المقتول المهم المحكمة عملت اكثر من الجلسة وقالوا انه لازم نقلس ونشوف وين بتوصل القضية و لا زال أحمد متلبس من متلبسنا أبو المختول اللي هو الجني المهم جا شيخ من منطقة من الإنس طبعا أهل أحمد لما شافوا كذا وضعه طلبوا من أحد المشايخ ومعروف ودائما يقرأ وكذا فطلب من أن يقابل والد الجني اللي هو متلبس أحمد الشيخ بدأ بالحوار وطبعا فيه فيديو مسجل وانتشر حب أنه يعني يتحاور ويقلس مع والد المقتول أنه يحلوا الموضوع ودي إيش هذا الحوار بعد هذه السنة